قطعني الورقة للحريري وان وي تيكيت يوم قطع ميشيل عون لسعد الحريري وان وي تيكيت لم يمر في بال الرجلين أن يعودا إلى الحكم معا لما لن يتبدل قطعة ذاكر الوصول إلى المحطة النهائية لبعضهم الآخر إلا أن من يفقه في السياسة يعرف أن هذا شيء مستحيل الحريري أنجز مهمته وبات عون رئيسا فيما ينتظر الحريري في بيت الوسط أن يرن الهاتف من بعبده لتكليفه تأليف الحكومة استشارات نيابية ملزمة نتيجة أراء النواب ملزمة لرئيس الجمهورية بتكليف رئيس لمجلس وزراء وبتذكر معي مع الرئيس السابق صار فيه تفويد لرئيس الجمهورية أنه هو يختار رئيس الحكومة وعملت بعبد كبير بالبلد فلذلك النص واضح لناحية إلزام الرئيس بنتيجة هذه الاستشارات النيابية لكن ما في مهلة مقايدة عليه ولفتر للنظر هذا المرسوم الوحيد يلي بيمضي رئيس الجمهورية منفردا بتكليف رئيس الحكومة زعيم المستقبل مرت عليه سبع سنوات منذ خروجه من السرايا الحكومية يوم كلف في عهد ميشيل سليمان تأليف الحكومة في حزيران عام 2009 واحتاج الأمر إلى تكليف فاعتذار بسبب تمسك عون أنذاك بوزارة الاتصالات للوزير جبران باسيل ليعد تكليفه من جديد ويؤلف حكومته الأولى في التاسع من تشرين الثاني عام 2009 في التكليف الأول حصل الحريري على 86 صوتا في الاستشارات النيابية أما في التكليف الثاني فحصل على 73 صوتا وفي المرتين حزب الله لم يسمي الحريري لكنه لم يسمي شخصا آخر رئيس الحكومة المكلف ينزل على مجلس النواب هالمرة بيعمل هالاستشارات النيابية مشاورات لكن لا يلزم بالضرورة بنتيجته يعني ممكن هالكتل النيابية تكون هي عندها حصص بزهنها أن توصلها أو مقاعد أو عدد من الوزراء ليس ملزما رئيس الحكومة بها لكن عليه يدرس هالتوليف الحكومية حتى إذا نزل فيها على مجلس النواب لنيل الثقة أنه فعلا تحوز الأكثرية المطلوب إذا في كتلة معينة فوضت رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة هنا الإشكالية نص في سكوت في سكوت سيلانس ديستاكس بيسموه سيلانس يعني النص منه ذاكر هيدا الموضوع وهيدا من المرات اللي ما ترحد غير مرة وحدة وقت اللي صار فيه تفويد للرئيس الحهود بوقتها بسكومة فينا نعتبر هون إيسا نفس الشي أنه تفويد اللي يمنح للنائب غير قادر هو على توكيل شخص آخر منشان هيك بمانو حتى رئيس الجمهورية من ضمن مزبوط من هيك صار فيه رأيين أحد هالرأيين نعم اللي أخذ أرجحية أنه اليوم تكليف النائب غير قابل للتكليف مجددا الوكالة تعطى للنائب رئيس الحكومة السابق أحتاج أول دخوله نادي رؤساء الوزرات إلى ثلاثة أشهر للتكليف فيما تقول المعلومات أن هذه المرة لن يستغرق وقتا أطول في ظل العمل على حل حلات عقدة مشاركة الرئيس نبيه بري في الحكومة رئيس الحريري يبنى على شيء مقتضا يمكن 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 من صوت له لرئيس الحريري ممكن في غياب الحريري عن السرايا الحكومي انقضى عهد وجاء آخر وحصل تمديدان للمجلس النيابي وجاء رئيسة حكومة الأول نجيب ميقاتي والثاني الرئيس تمام سلام الذي استغرق تأليف الحكومة عشرة أشهر لكن التحدي الأساسي أمام الحريري يبقى مشاركة الرئيس نبيه بري وهذا ما تعمل عليه الاتصالات في الوقت الحالي فيما يبقى الرقم الذي سيحصل عليه في الاستشارات دافعا معنويا للتأليف رامز القاضي قناة الجديد